معرض الصحافة من الشروق نيوز أهلا بكم مشاهدين والبداية بجريدة الشروق اليومية التي عنوانت صفحتها الأولى سفير الجزائر بباريس يستأنف مهامه بالأرقام الزيادات الجديدة في أجور الجزائريين محاضر سلامة السيارات لألبيه ومن جريدة الشروق اليومية صادرة لنهار اليوم اخترنا لكم هذا الموضوع الذي جاء في صفحة الأولى من عدد اليوم مواجهة ساخنة بين القاضي والمتهمين في قضية الإخوة شلغوم تبديد 1200 مليار في صفقات المياه بحجة الاستعجال 30 متهما يواجهون تهما ثقيلة ووزراء وولاد في عين الإعصار محمد البشير شلغوم 30 سنة من العطاء انتهت بالسجد جمال الدين شلغوم شعارنا كان دائما من غشنا فليس منا وتعود الشروق في عدد اليوم إلى التفاصيل المحاكمة في الصفحة الثانية إلى الصفحة الخامسة من جريدة الشروق اليومية التي كتبت بالأرقام الزيادات الجديدة في أجور الجزائريين ستعرف أجور الجزائريين بداية من هذا الشهر زيادة نتيجة تخفيض الضريب على الدخل الهجمالي في إطار إجراءات قانون المالية 2022 ابتداء من الشهر الجاري بتسجيل ارتفاع لأجور حسب مستويات الدخل ووفقا لسلة من تدرجية تم حسابه على ستة مستويات التفاصيل تقرؤونها في الصفحة الخامسة من عدد اليوم إلى الصفحة الثامنة من جريدة الشروق شروق تكتب تجاوزات وخرقات بالجملة خلال تنصيب الهيئات التنفيذية بالمجالس البلدية أميار يخرقون المادة 35 من قانون وبلديات تسير للانسداد بالجلفة عرفت عملية تنصيب التشكيلات السياسية المشكلة للمجالس الشعبية البلدية بعديد بلديات ولاية الجلفة جملة من التجاوزات والخرقات القانونية بالنظر إلى طريقة توزيع المناصب الخاصة بنواب رؤساء المجلس البلدي ورئاسة اللجان الدائمة والفروع البلدية بعدما ضرب عدد من رؤساء المجالس البلدية تعليمة والي ولاية الجلفة المؤرخة إلى آخر المقال تحوز الشروق نسخة منها التفاصيل تقرؤونها في الصفحة الثامنة من جريدة الشروق اليومية الصادرة لنهار اليوم 30 ألف متفرج لحضور مباريات الخضر في الدور الأول تكتب الشروق سيأخذ المنتخب الوطني لكرة القدم مباريات الدور الأول من كأس إفريقيا بالكاميرون على ملعب جومبا بمدينة دوالة وسط حضور ما يقارب 30 ألف متفرج وفق ما كشف عنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاث إلى جريدة البلاد الآن التي عنونت صدر صفحتها الأولى الخضر ينظرون المنافسين قبيل كان الكاميرون هذه تفاصيل الزيادة في أجور بعض العمال بوادر انفجار الأزمة بين الجزائر وفرنسا تكتب البلاد في عدد اليوم ومن البلاد اخترنا لكم هذا الموضوع في الشأن الصحي التراخي يضاعف مخاطر الموجة الرابعة لكورونا تكتب البلاد والتفاصيل تقرؤونها كاملة في عدد اليوم من جريدة البلاد والتي عادت فيه إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة الأولى إلى جريدة شعب الآن التي عنونت صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن مفاتيح ضرورية من أجل الإقلاع الحقيقي الاقتصاد الجزائري مما تحديات ما بعد كورونا تكتب الشعب ومواضيع في الصحة في القضاء وأيضا في أرياضة من الشعب اخترنا لكم هذا الموضوع في الصحة الجواز الصحي لتجاوز سنوات الكوفيد تقول الشعب في الصفحة الخامسة وهو ملف كامل يعود فيه صاحبه إلى كل تفاصيل الجواز الصحي الذي قررته وزارة الصحة إلى جريدة المساء الصادرة لنهار اليوم تكتب المساء الرئيس تبوني استقبل عنطر داود سفير الجزائر يستأنف مهامه في باريس اليوم رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن هذه زيادات الأجور بعد تخفيض الضريبة تقول المساء في عدد اليوم مواضيع في الرياضة وغيرها في الاقتصاد من المساء اخترنا لكم هذا الموضوع وضوع أبطال أفريقيا اليوم في الكاميرون كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 65 سنة من المتعة والفرجة والإثارة إذن هو ملف في أرياضة في أخبار كان الكاميرون تكتب المساء إلى جريدة النصر الصادرة لنهار اليوم تكتب الحكومة تدخل تعديلات على أجهزة دعم التشغيل وفي رياضة تكتب الخضر ينظرون عشية الصفر إلى الكاميرون رحيل الفنان محمد حلمي المؤسسات التعليمية لن تغلق في ظل توفير وسائل الوقاية ومواضيع أخرى في الاقتصاد والسياسة المغرب يواجه العزلة بسبب مقاربته الدبلوماسية العدوانية إلى جريدة أخبار اليوم الآن التي كتبت صدر صفحتها الأولى عقد اجتماع برئاسة تبون المجلس الأعلى للأمن يدرس الوضع العام في البلاد المواطنون يشكون ارتفاعا في سعر الخبز الحكومة تتحرك وموضيع أخرى بالتأكيد إلى جريدة أفريكا نيوز التي عنونت صدر صفحتها الأولى المغرب تحول منذ فترة طويلة إلى دولة مخذرات رئيس المجلس الشعبي الوطني يؤكدوا على ثوابت الدبلوماسية الجزائرية الخضر يفوزون على غانى بثلاثية نظيفة وموضيع أخرى بالتأكيد في السياسة والاقتصاد والتجارة أيضا وفي الحدود تقرؤونها في عدد اليوم من أفريكا نيوز إذن مشاهدين كان هذا كل شيء بالنسبة لعدد معرض الصحافة لنهار اليوم إلى اللقاء